اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندي التقسيم الابجادي وقلنا يعني ايه ابجادي ان انا بدرج النباتات على حسب الاسم العلمي الحروف الابجادية الاسم العلمي لسهولة الوصول اليها في الفيرس ودراستها بعد كده قلنا في تقسيم نباتي ان انا بضع النباتات اللي هي بتكون متشابهة مع بعض سواء في طرق الزراعة سواء في الاصابة بالامراض الفطرية بضع النباتات دي بتكون مع بعضها بعد كده طبعا اخدنا تقسيم مرفولوجي يعني ايه تقسيم مرفولوجي ان انا بشوف ايه الجزء اللي انا بستخدمه فيه النبات بعد كده طبعا اخدنا تقسيم الفارمكولوجي اللي هو تأثير المادة الفاعلة وبعد كده اتكلمنا عن التركيب الكيموي وقلنا التركيب الكيموي للنباتات على حسب المواد الفاعلة اللي هي بتكون موجودة فيها طبعا قلنا بتشمل قلودات بتشمل جليكوسيدات تأمينات مواد مرة مواد هلامية زيوت سابتة روتنجات بيتامينات واملاح معدنية بعد كده طبعا تكلمنا عن قلنا التقسيم المسيمي او المناخي طبعا انا قسمت على حسب التقسيم المسيمي او المناخي طبعا قلت فيه تقسيم على حسب النباتات الشتوية والنباتات الصيفية والنباتات المعمرة طبعا النباتات الشتوية دي طبعا قلنا ان احنا بنزراع في الشتاء طبعا بتكون في شهر اكتوبر ونوفمبر بعد كده قلنا النباتات الصيفية قلت طبعا ان انا برضو بزرع في الصيف ودي بتكون في مارس وابريل وبعد كده النباتات المعمرة النباتات المعمرة اللي هي بتشمل سواء كانت نباتات عشبية او سواء كانت اشجار او شجيرات ودي طبعا ان انا بزرع في مارس وابريل بعد كده طبعا قلنا التقسيم التجاري طبعا التقسيم التجاري انا قسمت ان انا طبعا بالنسبة زي ما قلنا ان انا لو عند العطار بيكون في مجموعة ان هو بيضع النباتات الطبية الوحدها النباتات العطارية الوحدها النباتات اللي انا بستخدمها كتوابل ومقصبات للطعم الوحدها النباتات اللي هي بتستخدم كمبيدات حشرية وفي برطو اللي هي المشروبات الوحدها وتشمل طبعا كاكاوس سحلة بعير قسوس بعد كده قلنا النباتات اللي هي طبعا انا عندي تقسيم النباتات او انواع النباتات قلت نباتات برية وقلت نباتات منزرعة طبعا بالنسبة النباتات البرية قلنا النباتات اللي هي بتنمو لوحدها سواء على حواف التراع والمصارف وتكلمنا طبعا عن النباتات المنزرعة النباتات اللي انا بزرعها وبقدر ان انا اتحكم في الظروف البيئية بعد كده طبعا قلنا فيه طبعا كل واحدة فيهم بتكون طبعا لها مميزات وبتكون لها عيوب وطبعا فيه معوقات بتقابلني طبعا لما أنا أجي أزرع النباتات الطبية والعطرية وفيه بعد كده فيه مقاومات المفروض أنا بعملها علشان تنجح زراعة النباتات الطبية والعطرية تعالوا نسترجع الحلقة السابقة بكم سؤال الكلام اللي أنا قلته طبعا لو جلنا طبعا في الامتحان جاء اللي النبات العطري هو النبات الذي يحتوي أو التي يحتوي على زيت عطري في أي جزء من أجزائه هل العبارة دي بتكون صحيحة ولا خاطئة طبعا العبارة دي بتكون صحيحة لأن أنا عند الزيت العطري زي ما أنا قلت الحلقة السابقة إن الزيت العطري بيكون موجود في أي جزء من أجزاء النبات سواء موجود في الجزر، الساق، الأوراق، الأزهار، السمار، القلف بيكون موجود في أي جزء من أجزائه طبعا هنا الزيت العطري طبعا في الورد بيوجد في الساق طبعا العبارة خاطئة لان بالنسبة عندي الزيت العطري للورد الفل الياسمين البنفسد بيكون موجود في بتلات الازهور بعد كده لو جاء قال لي يعتبر القنب الهندي من امثلة النباتات المسهلة او الملينة الكلام ده بيكون خطأ لاننا عند القنب الهندي او الحشيش ده بيكون من النباتات المخدرة بعد كده طبعا الزيت العطري في نبات الصندل بيوجد فيه الخشب هل الكلام ده بيكون صح ولا خطأ طبعا بيكون الكلام صحيح لاننا باخد الزيت العطرية من نبات الصندل باخدها من الخشب طبعا وبالنسبة برضو عندي الارفة اننا باخد الزيت العطري اننا باخده من قلف الشجرة بعد كده طبعا الشيح من النباتات الطاردة للددان هل الكلام ده بيكون صح ولا بيكون خطأ الكلام بيكون صحيح لو جاء لي برضو اكمل العبارات الاتية من امثلة النباتات التي تحتوي على الجليكوسيدات بالنسبة طبعا زي ما انا قلت اننا بقسم النبات على حسب التركيب الكيماوي بقسمه على قلودات جليكوسيدات تأنينات مواد مرة مواد هلامية راتنجاد زيود سابتة كل الحاجات دي اننا لازم اننا قسمها ولازم اعرف ايه هي امثلة النباتات اللي بتحتوي على قلودات او النباتات اللي هي بتحتوي على جليكوسيدات او مواد مرة او تأنينات لانه ممكن يجيلي في الامتحان من امثلة زي ما انا جايب السؤال من امثلة النباتات التي تحتوي على جليكوسيدات نقط يبقى امثلة النباتات هنا عندي الصبار السيناميكي بصل العنصل الديجيتالز دي امثلة النباتات التي تحتوي على جليكوسيدات طب لو قال لي أمثلة النباتات التي تحتوي على قلودات أمثلة النباتات دي البلادونة الداتورة البن الشاي كل الحاجات دي بتحتوي على قلودات طبعا من أمثلة النباتات اللي أنا بستخدمها كنباتات منبهة أو كنباتات منشطة طبعا عندي البن والشاي بالنسبة طبعا بيقول لي الزيت العطري في النعناع يوجد في نوقت الزيوت العطرية زي ما احنا قلنا سواء جزر سواء ساخ سواء اوراق سواء ازهار سواء سمار هنا بالنسبة طبعا النعناع بيكون الزيت العطري موجود فين بيكون موجود في الاوراق الرحان الزيت العطري بيكون موجود فين بيكون موجود في الاوراق اللفاندر الزعتر حصل لبان جميع النباتات دي الزيوت العطرية بتكون موجودة في الاوراق لو جاي قال لي من امثلة النباتات اللي انا بستخدم بزورها طبية نقط يبقى بزور الخروة بعد كده تحتوي بزور الخلة بزور الخلة هنا بتحتوي على مواد مرة بعد كده طبعا نبات الاناتو بيحتوي على طبعا ده بيحتوي على صبغات او بيحتوي على مواد ملونة طبعا هنا طبعا نبات الاناتو عندي برضو القطيفة عندي الكركدية عندي الحنة دي بتكون من النباتات اللي انا بستخدمها كصبغات او مواد ملونة طبعا هنا في نباتات انا بستخدم العشب كله في نباتات انا بستخدم الاوراق في نباتات انا بستخدم الازهار في نباتات انا بستخدم السمار هنا بيقول لي ايه هي امثلة النباتات اللي انا بستخدم العشب كله يعني النبات كله لان النباتات دي بتكون نباتات عشبية امثلة النباتات دي عندي ايه الداتورة البلادونة السقران المصري بالنسبة طبعا عندي النباتات اللي انا ممكن امثلة النباتات اللي انا بستخدم سمرها بيكون زي اليانسون الكراوية الشمر ان انا بستخدم سمرها امثلة النباتات اللي انا بستخدم بزرها اللي انا بستخدم بزرها بيكون عندي زي البن وعندي زي الكاكاو وبرضو الاوراء الشاي ان انا بستخدم الاوراء بعد كده عندي لو جاء قال لي اذكر طبعا انا قلت ان في نباتات بتكون برية وفي نباتات عطرية بتكون منزرعة قلت البرية هي نباتات بتنمو تلقائي بتنمو كده لوحدها على حواف الترع والمصارف وممكن بتكون في الصحاري مثلا امثلتها زي مثل حلف وبر السكران المصر بالنسبة هنا النباتات ايه هي مميزات النباتات دي طبعا بالنسبة للنباتات دي ان هي بتكون نباتات رخيصة السمن هي مجرد نباتات طلعت كده لوحدها انا ما زرعتهاش يبقى معنا كده رخيصة السمن او غير مكلفة تاني حاجة هنا ان نسبة المادة الفعالة فيها بتكون مرتفعة نتيجة ايه نسبة المادة الفعالة بتكون مرتفعة ان انا ما استخدمتش اي مبيدات او اي اسمدة كيموية وبالتالي النباتات اللي انا حستخدمها بتكون نباتات عضوية او نباتات حيوية او اورجانيك يعني خالية من اي مبيدات او اسمدة كيموية وبالتالي بتكون امنة على صحة الانسان بعد كده طبعا اذكر عيوب جامع النباتات الطبية والعطرية البرية ايه هي عيوب النباتات الطبية والعطرية البرية طبعا هنا صعوبة جامعها بتكون في صعوبة في جامعها لان هي ممكن تكون في اماكن بعيدة وطبعا صعوبة نقلها وطبعا ان انا وانا بجمع النباتات في نباتات بتكون مخالفة للمنتج يعني ممكن وانا بجمع حلفة بر اه بجمع نبات حلفة بر ممكن يكون في نباتات ممكن تكون حشائش موجودة يبقى انا في الحالة دي ان انا بجمع نباتات بتكون مخالفة مع المنتج اللي انا حاجمعه بعد كده طبعا بالنسبة للنباتات دي طبعا انا عندي المادة الفعالة بتكون موجودة فيه اطوار معينة من النبات سواء فيه اطوار مبكرة او فيه اطوار متأخرة ففي الحالة دي ان انا ممكن معرفش ايه الطور اللي انا حاجمع فيه فلو جمعت مثلا لو انا عندي نبات باجمعه فيه اطوار مبكرة وجيت اجمعه فيه اطوار متأخرة كده هتقل نسبة الزيوت العطرية يبقى ده عيوب جمع النباتات الطبية والعطرية البرية ناخد سؤال تاني لو جي قال لي ايه هي بقى المعوقات اللي بتقابلني عند زراعة وانتاج النباتات الطبية والعطرية طبعا في معوقات هنا بتقابلني ايه هي المعوقات دي ارتفاع تكلفة الانتاج ان انا بلاقي ارتفاع تكلفة الانتاج بتكون عالية نظرا طبعا لان انا طبعا اسناء الزراعة بعد كده الجمع والحصاب بعد كده ان انا ببتدي ان انا اعمل لنباتات دي تجهيز بعد كده ممكن بيكون تكفيف فكل الحاجات دي بتكون مكلفة بالنسبة لي برضو بيكون في مشكلة اللي هي ممكن عدم توفر الايد العاملة مفيش ايدي عاملة وهنا بالنسبة للنباتات الطبية والعطرية ان انا بحتاج الى ايدي عاملة بتكون زو خبرة الناس عندها خبرة علشان اقدر اعرف اذا كان النبات ده اجمعه فيه اطوار مبكرة او اطوار متأخرة لان انا زي ما انا قلت ان انا بيهمني نسبة الزيوت العطرية اللي هي بتكون موجودة في النبات ان انا اجمع النبات بتكون نسبة الزيوت مرتفعة بعد كده طبعا فيه مشكلة بتقابلني عدم توفر الاصناف والسلالات علية الانتاج ان انا ببص لاقي فيه سلالات او اصناف بتكون رديئة الانتاج او بتديني انتاج قليل وبتكون الجودة بتاعتها بتكون قليلة بعد كده طبعا زي ما احنا قلنا قلت الخبرة بعد كده طبعا عندي طبعا احنا تكلمنا في طبعا عندي ايه هي المقاومات اللي انا بعملها للنباتات الطبية والعطرية علشان تنجح زراعة النباتات الطبية والعطرية فيه مقاومات انا بعملها اول حاجة ان انا لازم اوفر ايدي عاملة لازم اوفر ايدي عاملة بتكون زي خبرة زي ما انا قلت علشان اعرف اذا كانت خدمة النباتات واذا كانت النباتات اجمع فيه اطوار مبكرة او اطوار متأخرة لازم ان انا اوفر رأس المال لازم ان انا اوفر اصناف بتكون عالية الانتاج ده بالنسبة للي اخدناه الحلقة السابقة هنتكلم النهاردة عن العوامل البيئية المؤثرة على نمو الحاصلات البستانية طبعا بالنسبة العوامل البيئية طبعا عندي عاملين اول حاجة اللي هو العوامل المناخية والعوامل الارضية بالنسبة العوامل المناخية عندي هنا زي ايه الضوء الحرارة الرطوبة الرياح الامطار الارتفاع عن مستوى سطح البحر بالنسبة العوامل الارضية الراي التسميد مسافات الزراعة هنتكلم دلوقتي عن العوامل المناخية هنتكلم أول حاجة عن الضوء بالنسبة طبعا عندي الضوء ده بيكون مهم جدا للنبات لأنه بيكون مهم في عملية البناء الضوئي طبعا الضوء ده بيساعد طبعا في تكوين السكريات في تكوين الكارباهيدرات طبعا هنا بتتكون أحماض عضوية دي بتقدر أن هي تكوين لي الأحماض الدهنية الأحماض الدهنية دي بتتحد مع الجليسرين بتقدر أن هي تكون الزيوت السبتة يبقى لو جالي في الامتحان صح وغلط تتحد الأحماض الدهنية لأن ده كان سؤال جيه في الامتحان السنة اللي فاتت تتحد الأحماض الدهنية مع الجليسرين مكونة زيوت سبتة هل العبارة دي صحيحة أم خاطئة؟ العبارة صحيحة بعد كده طبعا بالنسبة للضوء انه هو بيؤثر فيه ازهار النبات او بيكون مهم فيه على ازهار النباتات وطبعا انه هو بيؤثر على الشكل الخارجي للنبات يعني بيؤثر على شكل الاوراق السلميات الصبغات اللي هي بتكون موجودة في النبات طبعا بالنسبة برضو للضوء بيكون عامل بيقدر انه هو يحدد كمية القلودات والجليكوسيدات اللي هي بتكون موجودة في النبات زي ما احنا قلنا القلودات والجليكوسيدات القلودات طبعا قلنا زي البن زي الشاي الداتورة البلادونا طبعا عندي الجليكوسيدات الصبار السيناميكي بصل العنصل بيقدر انه هو يحدد الكمية دي يبقى بالنسبة للضوء لو جاءنا في الامتحان ميت الضوء يبقى ان هو بيكون مهم طبعا في عملية التمثيل الضوئي قلنا تتكون الاحماض الامينية الاحماض العضوية الاحماض العضوية دي بتتحول الى ايه الى احماض ضهنية دي بتكون موجودة مع الجليسرين او تتحد مع الجليسرين دي بتكون زيود سبتة طبعا للضوء تأثير على ازهار النباتات الطبية والعطرية لان ممكن يجيلي صح وغلط ان الضوء ليس له تأثير على ازهار النباتات الطبية والعطرية يبقى الاجابة دي خاطئة لان الضوء بيكون اساسي في ازهار النباتات الطبية والعطرية طبعا زي ما انا قلت ان الضوء طبعا بيكون محدد لكمية الجليكوسيدات والقلودات اللي بيكونها النبات ويمكن طبعا ان هو يقدر يكون المركبات العضوية في خلايا وانسيجة النباتات طبعا عندي هنا بالنسبة للانبات عندي فيه انبات ضوئي وعندي فيه انبات لا ضوئي يبقى هنا بالنسبة للانبات عندي فيه نوعين انبات ضوئي وانبات لا ضوئي يعني ايه انبات ضوئي ان لا تنبت البزور الا في وجود الضوء طب بالنسبة لانبات اللا ضوئي ان هي تنبت البزور في عدم موجود الضوء يعني البزور بتنبت ان هي مش محتاجة لضوء يبقى لو جالي في الامتحان ينقسم الانبات انبات البزور الى نوعين يبقى انبات ضوئي وانبات لا ضوئي طبعا زي ما انا قلت ان الضوء طبعا بيؤثر فيه الشكل الخارجي للنبات طبعا زي ما انا قلت بيؤثر على الاوراق السلميات بيؤثر طبعا فيه تكوين الصبغات اللي هي بتكون موجودة للنبات لان انا عندي فيه نباتات بتكون صبغات او مواد ملونة طبعا الصبغات او المواد الملونة امثلتها الحنة القطيفة الكركديه الاناتو جميع الحاجات دي بتحتوي على مواد ملونة او صبغات طبعا هنا بالنسبة للضوء ان انا بقسم هنا الضوء طبعا انا بقسمه لثلاث حاجات لان لو جالي في الامتحان تقسيم تأثير الاضاءة الى نقط يبقى انا بقسمه الى ثلاث حاجات اول حاجة بقسمه على حسب مدة الاضاءة على حسب طول الموجة الضوئية على حسب شدة الاضاءة يبقى بقسمه لكم حاجة لثلاث حاجات يبقى على حسب مدة الاضاءة طول الموجة الضوئية شدة الاضاءة يعني ايه مدة الاضاءة بالنسبة لمدة الاضاءة هي الفترة الضوئية اللي بيتعرض لها النبات خلال 24 ساعة يعني هنا بالنسبة للنبات بيتعرض لفترة اضاءة فيه نبات بيتعرض لفترة اضاءة قليلة وفيه نبات بيتعرض لفترة اضاءة طويلة بالنسبة طبعا عندي نباتات طبعا أنا بقسمها إلى نباتات نهار طويل إلى نباتات نهار قصير إلى نباتات محايدة طبعا نباتات النهار الطويل دي طبعا بتحتاج إلى فترة إضاءة بتكون حوالي 16 إلى 18 ساعة لكن نباتات النهار القصير دي بتحتاج إلى 14 ساعة طب تعالوا نعرف الكلام ده يبقى حنقول نباتات النهار الطويل هي التي تظهر عندما تتعرض لفترة إضاءة أطول من حد معين أطول من إيه من حد معين بالنسبة طبعا عندي هنا أمثلة زي النعناع الفلفلي يبقى ممكن يجيلي في الامتحان من أمثلة نباتات النهار الطويل نقاط يبقى أمثلة نباتات النهار الطويل النعناع الفلفلي بيحتاج إلى درجة حرقة بيحتاج إلى عدد ساعات من الإضاءة نقاط يبقى بيحتاج من 16 إلى 18 ساعة من الدو بعد كده طبعا في عندي نباتات النهار القصير يعني إيه نباتات النهار القصير من اسمها إن هي بتحتاج إلى فترة إضاءة بتكون قليلة يعني التي تظهر عندما تتعرض لفترة إظلام طويلة عن حد معين أمثلة النباتات النهار القصير إيه؟ مثل البابونج الألماني وزي ما أنا قلت إن هي بتحتاج إلى 16 إلى 14 ساعة من الإضاءة لكن نباتات النهار الطويل من 16 إلى 18 ساعة من الإضاءة بعد كده طبعا عندي نباتات المحايدة يعني إيه نباتات محايدة؟ نباتات محايدة هي التي تظهر بغض النظر عن طول فترة الإضاءة يعني ما بتفرقش معاه إذا كان نهار طويل نهار قصير يبقى هي لا تتأثر بفترة الإضاءة يبقى لو جالي في الامتحان مدة الإضاءة يبقى مدة الإضاءة هي المدة أو الفترة اللي بيتعرض فيها النبات خلال 24 ساعة يعني أنا عايز أعرف كمية الضوء اللي تعرض لها النبات قد إيه؟ اللي بتعرض لها النبات قد إيه؟ هل بتكون طويلة؟ هل بتكون قصيرة؟ بعد كده طبعا عندي طول الموجة الضوئية طبعا ده بيطلق عليها ألوان الطيف بالنسبة طبعا إيه هي الألوان دي؟ طبعا عندي الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسيجي طبعا هنا بيكون لطول الموجة الضوئية طبعا ده بيكون لها تأثير على نمو وإزهار النباتات طبعا هنا بالنسبة ومنها النباتات الطبية والعطرية يعني طول الموجة الضوئية ان بيكون لها تأثير على جميع النباتات سواء نباتات فاكة، سواء نباتات خضر، سواء نباتات زينة، سواء نباتات طبية وعطرية بس هنا صعب ان انا افصل الموجات الضوئية وبالذات في مجال الزراعة ده بالنسبة لطول الموجة الضوئية بعد كده طبعا عندي شدة الإضاءة يعني إيه شدة الإضاءة؟ إن أنا عايزة أعرف هل النبات بيتعرض لإضاءة قوية أو إضاءة ضعيفة على حسب الشدة لإضاءة النبات بالنسبة طبعا عندي هنا في نباتات طبعا بتحتاج إلى إضاءة بتكون قوية وفي نباتات بتحتاج إلى إضاءة بتكون ضعيفة أنا هتكلم عن تأثير شدة الإضاءة على النبات لو في إضاءة قوية اللي ممكن يحصل للنبات ولو في إضاءة قليلة اللي ممكن يحصل للنبات وليكن إن أنا هنذكر مثال نبات العطر بالنسبة عندي نبات العطر إنه هو بيحتاج إلى إضاءة قوية طب شدة الإضاءة دي بتعمل إيه؟ طبعا أنا عندي بالنسبة للعطر طبعا إنه إحنا قلنا إنه إحنا بناخد الزيوت العطرية من الأوراق يبقى أنا لو عرضتوا الإضاءة قوية هنا نسبة الزيوت العطرية هتكتر أو هتكون مرتفعة طب هتكون بنسبة من كم لكام بنسبة من 50 إلى 60% ده لو فيه شدة إضاءة طب لو فيه إضاءة ضعيفة إيه اللي حيحصل هتبتدي إن نسبة الزيوت العطرية هتقل يبقى هنا بالنسبة لشدة الإضاءة بتكون مهمة عندي في نبات العطر إن هي بتزود نسبة الزيوت العطرية قلنا بتزودها بنسبة كام؟ بنسبة 50 إلى 60% بس طبعا فيه مشكلة عندي فيه نبات البابونج الألماني لو أنا عندي خفض فيه الإضاءة اللي بيحصل ممكن بيحصل نقص فيه حجم وعدد النورات أو الأزهار وبالتالي وتقليل عدد وحجم الأزهار والنورات ده بيكون فيه نبات البابونج يبقى هنا نبات البابونج بيحتاج إلى إضاءة بتكون مرتفعة بالنسبة طبعا هنا عندي إن أنا عندي هنا الإضاءة طب لو فيه نبات بيحتاج إلى إضاءة ضعيفة أنا ممكن بعمل حاجة اسمها تظليل إن أنا بحيث إن أنا أقلل نسبة الضوء أو أقلل شدة الضوء طب أنا هنا فيه عندي فيه نبات الكسبرة وفيه نبات النعناع الفلفلي وفيه الرحال هنا لما أنا أجي أقلل شدة الإضاءة بالتظليل اللي بيحصل بيحصل إن فيه زيادة فيه نسبة الزيوت العطرية يبقى هنا بتكون يبقى كده بيكون عقس العطر العطر بيحتاج إلى إضاءة بتكون شديدة علشان يدي نسبة زيوت عطرية بتكون مرتفعة لكن بالنسبة عندي الكسبرة والنعناع الفلفلي والرحال إن هو بيحتاج إلى إضاءة بتكون ضعيفة علشان كده أنا بعمل التظليل طبعا برضو في عندي مركب المنتول طبعا بيزداد في النعناع الفلفلي لما أنا بعمل عملية تزليل طب لو هنا في تزليل في نبات السلفيا وفي نبات اللفاندر ده اللي بيحصل لو أنا جيت ظللت اللي بيحصل ده بيؤدي إلى قلة الزيوت العطرية أو نقص الزيوت العطرية يبقى هنا بالنسبة لشدة الإضاءة في نباتات بتحتاج إلى إضاءة قوية وفي نباتات بتحتاج إلى إضاءة ضعيفة وبالتالي ده بيتوقف على زيادة الزيوت أو قلة الزيوت العطرية بعد كده طبعا عندي في نبات اسمه البلادونة والداتورة طبعا لو أنا عرضت النباتات دي لضوء الشمس اللي هيحصل هيحصل إن فيه زيادة في محتواها من القلودات عن التزليل يبقى هنا لأننا في البلادونة والداتورة لما أنا قسمت من حيث التقسيم الكيماوي قلت إن فيه بتكون قلودات يبقى هنا القلودات هنا زيادة القلودات دي بتكون تزداد في ضوء الشمس لكن لو أنا عملت عملية تزليل اللي هيحصل إن تبتدي نسبة القلودات تقل في البلادونة والداتورة بعد كده حنتكلم عن الحرارة يبقى اتكلمت قلت الضوء بعد كده قلت اتكلمت عن الضوء بعد كده حنتكلم عن الحرارة بالنسبة طبعا الحرارة ده بيكون طبعا عامل أساسي إن أنا بقدر إن أنا أتحكم في نمو طبعا وتطور النباتات طبعا بيكون فيه اختلاف طبعا فيه درجة حرارة الليل والنهار وده بيؤثر على نمو النباتات طبعا عندي فيه نبات اسمه السكران المصري بالنسبة النبات السكران المصري طبعا لو السكران المصري عند النمو فيه درجة حرارة 27 درجة مئوي ليلا ونهارا إلا هيحصل إنه هو ينمو ولا يزهر لكن لو أنا عرضته لدرجة حرارة 24 درجة مئوي إلا هيحصل إن فيه اندفاع للإزهار ده بالنسبة النبات السكران المصري طبعا عندي هنا بالنسبة للزيوت العطرية إن الزيوت العطرية هنا بتتكون لو أنا عندي ارتفاع فيه درجة الحرارة بتبتدي الزيوت العطرية إن هي تتكون طب لو فيه ارتفاع شديد فيه درجة الحرارة إلا هيحصل هيحصل إن الزيوت العطرية دي يحصل لها تبخر يبقى هنا الزيوت العطرية بتتكون يبقى ممكن يجيلي في الامتحان تتكون عند انخفاض درجة الحرارة يبقى العبارة دي خاطئة لأن هي بتتكون عند ارتفاع درجة الحرارة طبعا قلت الارتفاع الشديد لو ارتفعت ارتفاع شديد إلا هيحصل هتبتدي الزيوت العطرية يحصل لها تبخر وبالتالي هتقل كمية الزيوت العطرية بعد كده طبعا عندي متوسط درجة الحرارة عندي طبعا فيه قلويد اسمه قلويد النيكوتين قلويد النيكوتين ده بيكون موجود فيه نبات الدخان بالنسبة للقلويد ده إنه هو بيحتاج إلى درجة حرارة 20 درجة مئوي طبعا انخفضت درجة الحرارة من 11 إلى 12 درجة مئوي اللي هيحصل هتبتدي كمية القلويدات إنه هي تقل فيه نبات الدخان طبعا ارتفعت برضو عن 30 هتبتدي إنه هي تقل يبقى هنا أنسب درجة حرارة لتكوين قلويد النيكوتين فيه نبات الدخان هي 20 درجة مئوي بعد كده برضو عندي فيه حاجة إن فيه مادة اسمها مادة الكابسيسين مادة الكابسيسين دي بتكون موجودة فيه نبات الشطة بالنسبة عندي مادة الكابسيسين دي طبعا لو أنا جيت عرضت نبات الشطة عرضتوا لي الجفاف ودرجة الحرارة المرتفعة بتبتدي إن مادة الكابسيسين تبتدي إن هي بتكون مرتفعة الكابسيسين دي اللي هي بتكون مسؤولة عن الحرافة في الشطة طب لو أنا لو انخفضت درجة الحرارة والنبات فيه مية فيه نسبة من المية فيه النبات يبقى معنا كده بتبتدي إن هي تقل نسبة الحرافة أو تقل مادة الكابسيسين يبقى ممكن يجيلي في الامتحان تتكون مادة الكابسيسين نقط أو تتكون مادة نقط يبقى تتكون مادة الكابسيسين فيه نبات الشطة قلنا عند ارتفاع درجة الحرارة وعند حدوث الجفاف بعد كده طبعا عندي إن طبعا فيه بعض النباتات طبعا النباتات هنا إن هي بتحتاج إلى درجة حرارة من 10 إلى 35 درجة مئوي يعني بلاقي فيه نبات بيحتاج 24 فيه نبات بيحتاج 20 يبقى النبات أو درجة الحرارة اللي هي بتكون ملأمة المعظم النباتات في حدود من 10 إلى 35 درجة مئوي طبعا ده بيزيد بارتفاع درجة الحرارة ويقل النمو بانخفاض درجة الحرارة لأن ده ممكن سؤال يجيلي في الامتحان يزيد معدل النمو نقط يبقى هنا بيزيد معدل النمو بارتفاع درجة الحرارة وإن هو بيينخفض بانخفاض درجة الحرارة يبقى احنا تكلمنا كده عن درجة الحرارة وقلنا كل نبات بتكون ليه درجة حرارة ملأمة قلنا ان مادة الكابسيسين بتتكون عند ارتفاع درجة الحرارة وعند حدوث العطش بعد كده قلنا ان فيه قلويد النيكوتين قلويد النيكوتين ده بيكون موجود في نبات الدخان بيتكون عند درجة حرارة 20 درجة مئوي طبعا لو انخفضت عن 11 الى 12 درجة مئوي بتبتدي كمية القلويد النيكوتين في نبات الدخان بتقل ولو ارتفعت ايضا عن 30 درجة مئوي بتبتدي برضو كمية القلويد النيكوتين بتبتدي ان هي تقل او تنخفض بالنسبة برضو عندي الزيوت السبتة ان هي بتتكون عند درجة حرارة منخفضة دي طبعا بتحتوي على نسبة من الاحماض الدهنية اللي هي بتكون غير مشبعة عند اللتي تكونت عند درجة حرارة مرتفع يبقى هنا الزيوت السبتة بتتكون عند درجة حرارة بتكون منخفضة بعد كده في عندي في نبات اسمه نبات القنب الهندي او نبات الحشيش بالنسبة لنبات القنب الهندي او نبات الحشيش طبعا نبات القنب الهندي ده بيكون الراتنج خلاص المادة الفعالة او المركب اللي هو بيكون موجود فيه النبات ده اسمه الراتنج بالنسبة للنبات ده اللي هو القنب الهندي لو انا عرضته لدرجة حرارة مرتفعة كمية هنا الراتنج المخدر دي بتكون عالية طب لو انا دلوقتي عرضته لدرجة حرارة منقفضة ممكن تقل كمية الراتنج او ممكن تكون معضومة بس انا ممكن بستخدم النبات اللي هو قليات النبات ان انا بستخدمه في صناعة الحبال القوية يبقى حنقول تاني ان نبات القنب الهندي او الحشيش ده بيحتوي على الراتنج بالنسبة الراتنج هنا بيزيد عند ارتفاع درجة الحرارة لو انخفضت درجة الحرارة هيكون الراتنج هيكون منخفض او ممكن يكون معضوم مش موجود طب انا بستفيد بالنبات في ايه ان انا باخد من الالياف النبات باخد من الالياف دي ان انا بستخدمها في صناعة الحبال القوية طبعا عندي هنا في نباتات اللي هي بتكون الرازومات وبتكون السوق الماددة طبعا لو انخفضت درجة الحرارة عن 16 درجة مئوي اللي بيحصل بتبتدي ان هي تكون رازومات وبتكون سوق ماددة طب اللي تكونت فيه درجة حرارة بتكون اعلى ممكن بتكون عدد اقل من الرازومات والسوق الماددة يبقى هنا بالنسبة النباتات اللي هي بتكون الرازومات وبتكون السوق الماددة يعني ممكن العرقسوس الزنجابيل يبقى النباتات تي بتحتاج الى درجة حرارة بتكون منخفضة علشان بتقدر تكون الرازومات لاننا الجزء اللي انا بستخدمه فيه الزنجابيل اننا بستخدم الرازومات يبقى لازم تكون درجة الحرارة منخفضة علشان تقدر تكونها لكن لو ارتفعت ممكن بتكونها بس بتكونها بكمية قليلة يبقى هنا فيه بيكون فيه ارتفاع درجة الحرارة بيكون ليه تأثير على نبات وانخفاض درجة الحرارة برضه بيكون ليه تأثير على نبات اخر كده طبعا عندي الرطوبة الجوية بالنسبة طبعا الرطوبة الجوية ان طبعا النباتات اللي هي بتنمو فيه جو بيكون مشبع بيء الرطوبة يعني النباتات اللي هي بتكون موجود فيها مياه ده بيحصل ان فيه زيادة فيه النمو وطبعا في الحالة دي ان النباتات بتكون عصيرية او عصيرية وهي تكون رقيقة طب بالنسبة للنباتات اللي هي بتنمو فيه جو جاف طبعا ان النمو بتاعها بيكون طبعا بطيق والنباتات بتكون غير قصرية لان هي نمت في جو جاف النباتات ما فيهاش نسبة من المية وطبعا نموها هنا بيكون بطيق والجدر بتاعتها بتكون سميكة بعد كده طبعا عندي النباتات الحولية والمعمرة والخشبية طبعا دي بتكون السوق بتاعتها بتكون اقل سمق عند نموها في جو جاف طبعا هنا كسير طبعا من النباتات بيتوقف طبعا النمو الخضري لو ابتدت كمية المية تقل فبيبتدي النبات ان هو يتجه الى الازهور يبقى هنا بالنسبة للرطوبة الجوية لو فيه نباتات بتكون مشبعة بالرطوبة النباتات في الحالة دي يعني فيه مية فيه التربة النباتات في الحالة دي انه بيزيد نموها النباتات بتكون عصارية يعني الاوراق بتحتوي على نسبة من الرطوبة والجدر هنا بتكون رقيقة بعكس النباتات اللي هي بتنمو في جو جاف قلنا ان النمو بتاعة في الحالة دي هيكون بطيء تاني حاجة ان هي بتكون غير عصارية بعد كده ان الجدر بتكون سميكة طبعا زي ما انا قلت ان طبعا هنا قلة المية طبعا ده بيؤثر طبعا على النمو الخضري وبالتالي ان النباتات بتتجه الى النمو الزهري او الى تكوين ازهور بعد كده حنتكلم عن الرياح يبقى قلنا يبقى تكلمنا عن الضوء كلمت عن الرطوبة كلمت عن درجة الحرارة طبعا قلنا الضوء انه هو بيكون مهم في النباتات لعملية البناء الضوء عشان انه هو بيقدر من خلال عملية البناء الضوء انه هو يتكون السكريات ويكون الكاربوهايدرات قلنا طبعا ان الاحماد العضوية بتبتدي تكون احماض دهنية الاحماض الدهنية دي بتتحد مع الجليسرين دي بتكون زيود سبتة طبعا قلنا الضوء بيكون مهم طبعا لحدوث الازهار في النباتات بيكون لأهمية وطبعا انه هو بيؤثر على الشكل الخارجي للنبات وانه هو بيؤثر على الكمية القلويد والجليكوسيدات اللي هي بتكون موجودة للنباتات وقسمت الضوء الى انبات ضوء وانبات لضوء قلت انبات ضوء ان البزور بتنبط في وجود الضوء لضوء ان البزور بتنبط في عدم وجود الضوء بعد كده طبعا قلنا درجة الحرارة طبعا قبل ما نقول درجة الحرارة قسمنا النباتات حسب تأثير الاضاءة قسمتها لثلاث حاجات يبقى قلنا مدة الاضاءة طول الموجة الضوءية شدة الاضاءة وقسمنا من حيث طبعا مدة الاضاءة نباتات نهار طويل نباتات نهار قصير نباتات محايدة وبعد كده تكلمنا عن درجة الحرارة وقلنا كل نبات بيكون لدرجة حرارة بتكون مناسبة ليه قلنا في نبات بيحتاج لدرجة حرارة مرتفعة زي امثلة النبات ده زي نبات القنب الهندي او الحشيش قلنا بيتكون الراتنج عند ارتفاع في درجة الحرارة وتكلمنا برضو نبات الشطة ان بتتكون مادة الكابسيسين عند ارتفاع درجة الحرارة وعند حدوث الجفاف بعد كده طبعا قلنا الرطوبة وقلنا الرطوبة طبعا في نباتات بتنمو في جو مشبع بالمية وفي نباتات بتنمو في جو جيد بعد كده حنتكلم عن الرياح بالنسبة هنا الرياح طبعا ده بيكون لها تأثير مفيد على النبات دي في نقل حبوب اللقاح وبرضو بيكون لها تأثيرات ضرة على النبات طبعا التأثيرات الضرة دي طبعا في تأثيرات بتكون في السيولوجية دي بتكون داخل النبات وفي تأثيرات بتكون ميكانيكية دي بتكون خارج النبات طبعا احنا حنقول الرياح ان هي طبعا بتساهم في عملية التلقيح طبعا وعملية انتشار البزور وطبعا ان هي بيكون لها تأثير نافع في جفاف التربة في الربيع يعني ان انا عندي ان هي بتعمل على جفاف التربة في الربيع لان انا لو عندي في زيادة في الرطوبة في التربة اللي بيحصل بيؤدي الى انتشار الامراض الفطرية وبالتالي حسيب النباتات بعد كده طبعا حنتكلم عن ايه هي التأثيرات الضرة للرياح طبعا زي ما انا قلت في تأثيرات بتكون في السيولوجية يعني ايه تأثيرات في السيولوجية دي بتكون تأثيرات داخل النبات بالنسبة هنا عندي ايه اللي بيحصل للنبات ان بيحصله تكفيف وتقزم يعني ايه تكفيف وتقزم ان لو في رياح بتكون جفة طبعا انا عندي الرياح لو في رياح جفة ان هي بتخلي النبات ان هو بيكون بعملية البناء الضوئي طبعا في الحالة دي هيبتدي ان هو يفقد المية اللي هي موجودة فيه وبالتالي هيحصل جفاف للنبات وبالتالي طبعا ما فيش كمية من المية لان كنتوا لو تفتكروا فيه الرطوبة ان انا قلت بالنسبة لو فيه جو نباتات نمت فيه جو جاف بتكون النباتات بتكون بطيئة هنا في الحالة دي ان النباتات هيحصل لها تقزم وحيحصل لها تكفيف نتيجة ان النبات ابتدى ان هو يخرج المية عن طريق عملية النبات بعد كده طبعا مساحة الاوراق وارتفاع النبات وقطر السوق وكذلك الوزن الجاف للنبات بتنقص طبعا بزيادة سرعة الرياح هنا الاحتياجات المائية للنبات طبعا ان انا لازم ان انا اضيف احتياجات مائية ولازم ان انا في حالة وجود رياح لازم ان انا اضيف مية ليه لان انا علشان اعوض النقص اللي ابتدى النبات ان هو يفقده عن طريق عملية الندح طبعا هنا من حسم ساحة الاوراق لو انا عندي فيه اوراق عريضة وفيه اوراق بتكون رفاية طبعا في الحالة دي اللي هي الاوراق اللي هي بتكون عريضة ان هي هتبتدي ان هي تستنفز كمية المية اللي هي بتكون موجودة فيها عن طريق عملية الندح باكس الاوراق اللي هي بتكون رفعة بعد كده طبعا هنا الكلام اللي انا قلته ان ده اللي هي بتكون التأثيرات الفسيولوجية اللي هي بتحصل داخل النبات طيب بالنسبة للتأثيرات الميكانيكية دا اللي هي بتؤثر على النبات من الخارج طيب بتؤثر على النبات ازاي؟ ممكن بتؤدي لقاتل الاوراق الزقان اللي هي بتكون حديثة ممكن لو انا عندي فيه سمار ممكن تؤدي الى تساقط السمار لو انا عندي ازهار اللي بيحصل بيؤدي الى تساقط الازهار طبعا هنا عندي طبعا امثلة السمار مثلا سمار الموالح القصبرة الشمر الينسون لان انا قلت الجزء اللي انا باخده من القصبرة او الينسون او الشمر ان انا باخد السمار ممكن طبعا هنا تأثير الرياح ده بيؤثر على المجموع الخضري وبيؤثر على المجموع الزهري وبيؤثر على المجموع البزري او على النمو البزري ده بالنسبة هنا عندي تأثير الرياح من الخارج اللي هيحصل تاني ان ممكن هنا لو في رياح شديدة اللي ممكن يحصل ممكن بيحصل في تشويه اللي هي الاعضاء النباتية يعني ممكن يؤدي الى تشويه الصاق وبالتالي ممكن الصاق بيحصل ان الصاق تبتدي ان هي يحصل لها انعواج او تبتدي ان هي يحصل لها رقاض وبالتالي في الحالة دي حتقل كمية المحصول في حاجة تاني برضو لو انا عندي في رياح شديدة اللي هيحصل ممكن تؤدي الى تكسير الافرة ممكن تؤدي الى تقليع الاشجار اللي هي بتكون صغيرة يبقى هنا الرياح طبعا بيكون لها تقسير ضار على النباتية زي ما احنا قلنا تقسير مفيد في نقل حبوب اللقاح وفي جفاف التربة في الربيع لكن تأثير ضار زي ما احنا عرفنا ان انا بقسم ان انا بخلي قدامي في تأثير فيسيولوجي ده بيحصل داخل النبات وفي تأثير مكانيكي ده بيحصل من الخارج زي ما انا قلت الفيسيولوجي ده بيؤدي الى التكفيف وبيؤدي الى التقزم بالنسبة للمكانيكي ده طبعا قلنا تشويه الاعضاء النباتية بيؤدي الى تساقط السمار تساقط الازهار تكسير الافرة وتقليع الاشجار يبقى هنا يؤثر الهبوب المستمر لرياح الى تشويه وحدوث تغير مستديم في شكل ووضع الاعضاء النباتية وان حدوث تقزم بيكون مصاحب للتشويه بيمتد هذا التشويه الى العديد من النباتات زي ما انا قلتو بيسبب رقاض النباتات وبالتالي بيؤدي الى قلة المحصول طبعا هنا لو في رياح شديدة ده بيؤدي الى تكسير الافرة او اقتلاع الاشجار وطبعا دي بتسبب خصائر فادحة بعد كده طبعا عندي الامطار بالنسبة للامطار بتعمل طبعا ايه الامطار دي بتؤدي الى فقد المركبات اللي هي بتكون قابلة للزوابان سواء من الاوراق سواء من الجزور بتكون عن طريق عملية الغسيل يعني هنا بيحصل ان بيؤدي ان المركبات اللي هي بيكون موجودة في الاوراق او بتكون موجودة في الجزور دي بيحصل لها الغسيل بفعل سقوط الامطار طبعا انا عندي ايه هي النباتات اللي ممكن يحصل لها كده عندي اللي هي المركبات اللي هي بتكون القلودات اللي هي بتكون موجودة في الفصيلة البازنجانية لان احنا قلنا القلودات امثلتها البلادونا الداتورا او ممكن الجلايكوسيدات ايه هي الجلايكوسيدات الصبار بصل العنصر السيناميكي الحاجات دي لو المطر نزلت على الاوراق او على الجزور بتبتدي ان هي بتفقد المركبات دي بالزوبان ان هي بتضوب في المياه وبتكون عن طريق بيحصل لها طبعا عملية غسيل اه طبعا هنا بيؤدي طبعا الى قلة طبعا محصول اه المواد الفعالة اه تحت الظروف الراطبة من النباتات اللي بيبدو نموها قوي طبعا هنا اه بتعطي محصول كبير اه طبعا هناخد اه اخر حاجة في العوامل المناخية اه الارتفاع عن سطح البحر اه طبعا هنا الارتفاع طبعا بيؤثر في نمو انتاج النباتات طبعا انا عندي نخيل جوز الهند ده بيحتاج الى مناخ بيكون بحري وبينمو جيدا عن اه عند مستوى سطح البحر عندي طبعا قصب السكر ده بينمو في النباتات او في المناطق اه اللي هي بتكون منخفضة اه هنا الشاي بيحتاج الى ارتفاع من 100 اه الى 2000 متر انه ممكن يجيلي في الامتحان يحتاج الى ارتفاع نقط الى نقط يبقى من 100 الى 2000 متر بعد كده عندي البن انه هو بيحتاج من 800 الى 1800 متر اه الكاكاو بيحتاج من 100 الى 200 متر اه بعد كده طبعا تحتاج نبات الراوند والكينة اه للزراعات طبعا في على المرتفعات اه طبعا في حالة الكينة طبعا بتنمو جيدا اه طبعا بتنمو جيدا في المناطق اللي هي بتكون منخفضة يبقى عندي هنا نبات الراوند ده بيكون في المرتفعات لكن بالنسبة للكينة ده بينمو جيدا في المناطق المنخفضة لكن ان هو لا ينتج قلودات بكمية اقصادية طبعا عندي هنا نباتة البرسم طبعا ده بيعطي كمية كبيرة من النورات والمواد الفعالة بتكون على ارتفاعات عالية طبعا نكلمنا في الحلقة دي عن العوامل البيئية اخدنا العوامل المناخية وقلنا تشمل الضوء درجة الحرارة الرطوبة الرياح الامطار الارتفاع عن مستوى سطح البحر هنتكلم في الحلقة السابقة ان شاء الله عن العوامل الارضية وتشمل الري التربة التسميد مسافات الزراعة وبكده تكون انتهت حلقتنا والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته